تقدم محكوم بالحذر تبدو خطوات الجيش نحو العاصمة صنعاء مشوبة بأشياء كثيرة أبرزها الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الكبرى ضد الحكومة الشرعية وجيشها وما يجري في السر يكشف ولو عن جانب منه في العلن نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري الذي تحدث لوسائل إعلام عن ضغوطات دولية تمارس على الحكومة الشرعية كما تحول بين الجيش والتقدم نحو صنعاء لكن جباري الذي تجنب تسمية هذه الدول أكد أن لا خيار أمام الشعب إلا الدفاع عن نفسه وحكومته ومؤسساته وطرد الميليشيا كما شدد الرجل على أن عدم الذهاب إلى المشاورات في الكويت لا يلغي التحرك العسكري على الأرض تبدو العمليات العسكرية التي تسير بخط موازن مع الجهود السياسية أيضا في أوجها خلال الساعات القليلة الماضية أحرز الجيش الوطني تقدما على تخوم العاصمة صنعاء وقالت المصادر إن الجيش سيطر على سلسلة جبال استراتيجية أبرزها جبل الذهب والجروف والشهداء وعدد من التلال الأخرى في منطقة يام بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين بينما أكدت هذه المصادر عن استمرار العمليات القتالية إذن تبدو المواقف الدولية بالضغط على الحكومة مأخوذة من رمزية العاصمة أو هي في شكلها الخفي تأخذ طابع المواقف المساندة للرئيس المخلوع وجماعة الحوث الإنقلابية البعيدة كل البعد عما طال الشعب والبلاد عموما بينما يقع العبء على من يرزحون تحت وطأة سلطتهم الإنقلابية داخل العاصمة صنعاء وبعض المدن التي تخضع لسيطرتهم تحت الإكراه